محمد مهدي سورة الناحي الجز الجز الرابع عشر الصفحة على اليمين بداية الصفحة ويعبدون من دون الله نهاية الصفحة ألم يروا إلى الطير الكلمة الأخيرة من الصفحة كلمة يؤمنون ابدأ من بداية الصفحة بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تغربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون الصفحة التي بعدها بأي آية أبدأ والله جعل لكم الصفحة التي بعدها الذين كفروا بعدها ولا تتفدوا بعدها ولقد نعلم بعدها زم تأتي بعدها ثم إن ربك سبحان الله بعدها عسى ربك بعدها من كان يريده بعدها وإن ما تعرضه ذلك مما بعدها 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 ارجع من هذه الصفحة مئة صفحة وقل بأي آية تنتهي دقيقة دقيقة انتظر دار ورطت ورطتنا طيب نعم سيدنا مولاي إن شاء الله طيب طيب هذه الصفحة بأي آية تنتهي وإذا أنزل سورة حسان ريد انصعبها أستاذ محمد مهدي ارجع بشكل القهقرائي قبلها أي آية ولا تصلي على أحد فإن رجعك الله فليضحك قليلا طرح المخلفون استغفر لهم الذين يلمزون ألم يعلموا أن الله فاعقبهم نفاق فلما آتاهم ومهم من غاهد الله يحلفون بالله يا أيها النبي صفحة التي بعدها بأي آية تبدأ استغفر لهم أو لا تقرأ هسا أريد أن تقرأ صفحة صفحة ما تقرأ يكي دارميون صفحتين بعدها يعتذرون إليكم صفحتين بعدها والذين اتخذوا صفحتين بعدها وعلى الثلاثة الذين صفحتين بعدها الإسلام را صفحتين بعدها وإذا تتلى عليهم خمس صفحات بعدها ولو أن لكل نفس خمس صفحات بعدها فلولا كانت قرية عشر صفحات بعدها قالت يا ويلتا أعند صح مولا صحيح صحيح لا صحيح صلوا على محمد وآل محمد صحيح صحيح